الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك الرئيس عبدالفتاح سيسي في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر كان الرئيس السيسي قد وصل الدوحة وكان في استقباله الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب أمير دولة قطر تأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وذلك في دوء العلاقات الأخوية الوطيقة التي تربط بين مصر وقطر أقر مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 إعلانا ختاميا يحث على خفض سريع لإنبعاثات الغازات الدفئة ويعيد التأكيد على هذا في حصر الاحترار بدرجة ونصف درجة مأوية وأقر الأعلان الختامي بالإجمع بعد يوم من المفاوضات المكثفة أقر بصندوقا مخصصا للخسائر والأضرار ومن جانبه أعلن وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ سامح شكري انتهاء مؤتمر كوب 27 بالاتفاق على تمويل الدول النامية لمواجهة التدعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ وأضاف شكري إلى أن كوب 27 يعد مؤتمرا تنفيذيا حيث لم يكتف بقرارات تقليدية وإنما سعى منذ اللحظة الأولى لتكريس أهمية التنفيذ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح سيسي بملف مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وسبل التعامل مع موسم السيول وخلال اجتماعي مع عدد من الوزراء والمسؤولين أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للتحويل محطات معالجة الصرف الصحي لمحطات معالجة ثنائية مطورة أو معالجة ثلاثية وذلك بهدف إعادة استخدام يه الصرف المعالجة في رأي المسطحات الخضراء وخلافه تبادلت روسيا وأوكرانيا من جديد الاتهام بقصف محطة زابورجيا النووية الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها موسكو بجنوب أوكرانيا ومن جانبه اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الزرية رافايل جروسي أن القصف كان متعمدا تماما ومحدد الهدف وصفا الوضع بأنه خطير للغاية وقالت وزارة الدفاع الروسية أن كييف لا توقف استبزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر في وقوع كارثة في محطة زابورجيا ومشيرة إلى أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال طبيعية انتقدت دول مجموعة سبع اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ النبالستي عابر للقراط دعيت أن مجلس الأمن الدولي لاتخذ مزيد من الإجراءات المهمة لوقف هذه التجارب وقال وزاراء خارجية مجموعة الدول السبع إن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ودعا بيان مجموعة السبع إلى استجابة موحدة وقوية من جانب المجتمع الدولي بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي مزيد من الإجراءات المهمة أعلنت السلطات الصينية تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ نحو ستة أشهر وتعد هذه الوفاة هي الأولى التي تكشف عنها لجنة الصحة الوطنية منذ 23 من يوم الماضي مما يرفع إجمالية عدد الوفيات بكورونا في الصين منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019 إلى 527 حالة وفاة وفي مايو الماضي توفي شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في شنغهاي الصينية والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في حالة الإصابة خلال الصيف أعلن المعهد القومي البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية في جزيرة كريت في اليونان على بعد 506 كيلومترات شمال مدينة مطروحة بلغت قوة 5.8 درجة ريختر وأوضح بيان للمركز أن هناك اتصالات وردت للمعهد تفيد بشعور بعض المواطنين به في بعض من مدن الدلتة والقاهرة الكبرى دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات ختام مجد أستامنة فاصلوا لحظاتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر